النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت صرف مستحقات شهر نوفمبر للعبيه والمستحقات تم تحولها لحساباتهم البنكية لكن مستحقات كان فيها خصومات كبيرة وبعضها كبيرة جدا بعد اخسارة الفريق للقبي السوبر الافريكي والدوري الافريكي يعني الاهلي هدي مست الاهلي بصراحة هتنجح وتكسب هتاخد وتتنغنغ زي ما بيقول هتخسر هتزعل في امورك الملايين يعني ما بيهزرش الاهلي في الامور دي يعني بصراحة طيب النهاردة تواصلنا مع توني اوبن رئيس نادي ميدياما الغانش عشان نسأله سؤال واضح وهو عن حقيقة تفاوض النادي الاهلي لضم جونسان سوا مهاجم الفريق اللعب تميز وظهر بشكل كويس اوي مع نادي ميدياما سوف مباراة الاهلي او قبل كده هو تقريبا افضل واحد في الفرق يعني ما فيش غيره يعني طيب حبينا نسأل رئيس النادي وهو جاوبنا فيه رقم عشر عبر التسجيل الصوتي اسمعوه ونرجع نكمل كلام سمعت بوجود اهتمام باللاعب جونسان سوا مهاجم الفريق من اندية اوروبية لكن ليس هناك اي عروض رسمية وصلت الينا تركيزنا الان منصب على دوري الابطال لن نفرط في اي لاعب في الوقت الحالي كل هذه الاخبار تتسبب في تشتيت اللاعب الشاب ونريده ان يركز مع الفريق فقط طيب ده كلام واضح انه ما فيش مفاوضات حتى هذه اللحظة من النادي الالي ولا حتى الاندية الاوروبية ما فيش عرض رسمي للعب هو لعب كويس ومهاجم كويس اعتقد هيبقى ايامش هيكمل مع الفرقة دي في كل الاحوال الاندية